السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل طلبة وطالبات الصفة الثالثة الابتدائي معكم مسئنس عبدالله ان شاء الله موضوع حلقتنا هو الاساليب والتراكيب المقرر عليكم السنة دي وكمان كواعد الخط والاملاء والتعبير الكتابي هنتعرف مع بعض على المطلوب مننا معرفته الترمي دوت ان شاء الله ويلا مع بعض كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض الحلقة اولا الاساليب والتراكيب مقرر علينا الترمي ده ان شاء الله اسلوب النهي للنهية اسلوب الامر فعل الامر الفعل المدارع لم التعليل علامات الترقيم ادوات الاستفهام اين متى لماذا اسلوب التعجب الفعل الماض ظرف المكان اسلوب النداء المفرد والجمع ظرف الزمان حروف الجر حروف العطف ثانيا التعبير الكتابي كتابة لافتة مصورة كتابة مطوية كتابة قصة مصورة كتابة فكرة كتابة خبر في جريدة وكتابة رسالة اقتراح ثالثا قواعد الخط والاملاء اما بالنسبة لقواعد الخط والاملاء فهنتعلم مع بعض مهرات الاملاء التاء المفتوحة والهاء والتاء المربوطة وكمان هنتعلم املاء المدود وكمان املاء الحركات الطويلة والحركات القصيرة واملاء الالف الليينة وكذلك الشدة واخيرا معنا تعلم مهرات املاء التنوين وكذا تكون حلقة خلصة النهاردة سودعكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته